أخبار اليوم لأنه هنطلع جيل ناضج يشتغل ويكسب ويفتح بيوت والكلام ده لو اتعمل بكرة وبعده هنتغلب على حاجة كلمة شبح كبير اسمه الجهل الجهل ده هو أسباب الفقر مش الناحية المادية ناحية المادية ممكن سوريا النهاردة واحد بيشتغل وبيدخل وبعدين تلقى برضو فقير حالة اللي احنا فيها في المجتمع المصري علاجها الوحيدة التكاتف والترابط للوصول إلى التضامن المجتمع اللي كان موجود في المجتمع المصري من فترات قبل حدوث ثورة التصحيح اللي هي في بداية آخر التمانينات وأول التسعينات كان كل زي المجتمع يقول لك نحن جميعا نعيش في مقتقدم مجتمع واحد منقسم إلى مجموعة أسره إنما الآن هو مجموعة المجتمع الغني ومجتمع الفقير الطبقة الوسطى التي ينتقل إليها من الأسفل للأعلى وهي درجة الوسطية مش موجودة أو بتتحلل والغني اللي هو أصوله ينزل للضربقة الوسطى اللي هي طبقة المجتمع اللي طالع منها جميع قيادات الدولة اللي هي طبقة الوسطى الطبقة المثقفة المتعلمة وليس الطبقة الغنية دي طبقة بتندسر بتندسر ليه؟ لأن ما بقاش فيه نوع من أنواع الترابط والتناغم ما بين طبقات المجتمع الغني غني سديد الغنى والفقير يزداد فقرا يعني احنا خدنا جزء من الرأس المالية اللي هو الغني يزداد غناء والفقير يزداد فقرا إلى أن ينتهي المجتمع بكارثة هنا وكارثة هنا المجتمع الإسلامي ما فيهوش الكلام ده فهو الترابط ثم الترابط اللي احنا بنقول لك النهار ده عليه المجتمع المتضامن ولو بصيت على أي مجتمع مترابط متضامن هتلاقي موجود في المجتمعات الوسط ليست الأغنية وليست الفقير يعني احنا نعتبر عاملين شبه تكافل أن حتى بعد رمضان الحاجات اللي بتتبقى دي احنا عاملين فريق فريق عمل بيوح البيوت اللي هي محتاجة وبنوزع عليها الحاجات اللي هي متبقية دي بحس أن ده بيحتاج إيه وده بيحتاج إيه بحس أن هي تطوح في المكان المناسب لا يجب الإصراف عن الحديث عن الوحدة الوطنية ومن يشك في ذلك فعليه أن يذهب إلى شبرة بحواريها وأزيقاتها ويرى المسيح والمسلم جالسين على مقعد واحد